كن صادقاً ولا تتعب نفسك في إثبات أنك صادق يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أمر بالصدق صدق الظاهر أي اللسان وصدق الباطن أي صدق القلب والفؤاد فإن كان هذا حالك فأنت موفق بإذن الله أنت منصور بإذن الله الصادق لا يلتفت إلى حظ النفس وتقديم الناس له أو تأخيرهم له ولا يأبه بمدحهم ولا يتراجع من ذنبهم فهمه إرضاء الله ولا يبالي إذا أرضى ربه بمن صخط فكن صادقاً ولا تتعب نفسك بأنك صادق لا تشغل وقتك بغير التقدم إلى طريق الآخرة فالله تعالى لا تخفى عليه خافية يعلم الصادق وغير الصادق وكل يفضي إلى ما قدم ترجمة نانسي قنقر